السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الى حالة البيس المجرد الى حالة الـ ING كذلك حالة الـ S وحالة الـ AD مثل ما هو معروف المؤلف أكون ملاحظة مهمة المؤلف من ينطي معلومة يعتبرك انت ما عندك شيء اسمه انجليزي يعني ما يدر بيك انت دارس تدائية وعدادية وكذا فهو من ينطيك معلومة ينطيكها وكأنما انت جاي جديد لتعليم اللغة الانجليزية فاليوم ده يتحدث عن الرقل ده يقول لك يا بأ ترى اكو حالة الـ ING وحالة الـ S وحالة الـ ED حالة التصريف الثالث ولكن التصريف الثالث هنا ما متحدث عنها ليش لانه فقط يتحدث عن الأفعال القياسية الأفعال القياسية اللي هي ED يعني ماكو عندي مثلا مثلا Go, When, Come هنا بس قياسية يعني اللي هو نفس الـ ED يستخدم للماضي يستخدم لتصريف الثالث للفعل فهايا الاشياء ده يقول لك ياها Call, Calling Calls, Called Like, Like, Like نفس الحالة شوف أيضا يقلب الـ Y إلى I وضع في ED وهنا الـ Y يقلب إلى I وضع في ES وهنا الـ ING يوقع نفسه ما نقلب بالـ Y إلى I يعني خليها ملاحظة يمك الـ ING بالـ Y ما نقلبها فقط نضيف الـ ING أما بالـ ES والـ ED لا فاحنا لازم نقلب الـ Y إلى I ونضيف هذه الأفعال القياسية ومن خلال هذا النوض اللي شفناه راح نقدر نسوي لأي فعل باللغة الإنجليزية حالة الـ ING وحالة الـ S وحالة الماضي والتصريف الثالث لأنه نفسها ماضي التصريف الثالث طالما احنا عرفنا الفعل أهم شيء أنت تعرف الفعل القياسي أو الفعل المجرد القياسي يعني أما ننطيك فعل مجرد وقياسي راح تقدر تضيف الـ ING وضيف الـ S أو E D أيًا أو حسب أي فعل كان الفيديو اللي شوفه حاليا هو مقسم يعني بس مجرد خلاص هذا الموضوع مباشرة لا حيأخذك الموضوع الثاني بس مباشرة يعني التقسيم اللي شوفه حاليا بالفيديو أتمنى أيضا تشترك بالقناة وتنشر هذه الفيديوهات هي الرابط إلى زملائك الطالب موضوع خمسة ستة هذا الموضوع اللي هو يتحدث عن الـ ING وحالة الـ S الفعل S شون نضيف للـ S فعل عفوا شون أضيف للفعل S مثل ما هو معروف الفعل بالحالة الاستمرارية نضيف لـ ING Pushing Sleep Sleeping هذا الشي معروف مزين النقطة المهمة واللي لازم تعرفها شون هي اللي هي الـ S الـ S مرات ننطقها مرات الـ S ننطقها في ثلاث حالات هي أما تكون IS أو تكون Z أو تكون S وهي نفس هي أما S أو يأما ES فأنا راح نتحدث عن هذه الأصوات طبعاً يتم نطق الـ S بالـ IS بعد الكلمات التي تكون Voiced أو Voiceless واللي هي الأصوات الأزيزية اللي هي الس والز والش والج ذن الأصوات من نشوف س، ز، تش، ج، 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 ك، ك، هاي أصوات الأزيزية دائماً ننطق الـ S بالـ IS Pass Passes يعني هذا راح ينطق Is شوف مثل ما تشوف قدامك وينطق وينطق زه فقط بعد الأصوات المهموسة Voiced اللي هي الأصوات المهموسة اللي يكون بها اهتزاز للحبال الصوتية Call, Calls, Calls Robs, Goz, Does تشوف أكو اهتزاز يعني بنا تشوف أكو عندك اهتزاز تشوف هنا هنا صوت الـ S راح ينطق Z وهي زه فقط وهي أصلاً معروفة من خلال النطق يعني هاساً ما نقول Calls حتى ذات الجهة كنطق ما تحسن معقولة Calls Calls وهي أقوة ما تقول باس يعني هي أصلاً يعني حتى ذات قرأها ما قدر أطقها هاسان إذا Passes والله ما ترهم يعني Passes Bushes مو بشس مو Bushes هي يعفوا شوف هي Bushes مو Bushes Bushes ما ترهم يعني حتى أنا هاسا حاول أنطقها ما أقدر يعني فما ترهم زين وتنطق S S يعني في الحالات الأخرى اللي هي Cats Lux Saps Saps دائماً يعني تنطق S خليها ملاحظة يامكم بتكثف كلمة با تا ث بتكثف بتكثف أي كلمة تنتهي بهذه الحروف البا والتا وذني بتكثف راح تنتقل S S Cats Lux Subs فهذا يملاحظة خليها يامك ثبت يامك هاي المعلومة زين يعني فهذا بالنسبة لموضوع الING&S Farbs بإجراء الله س تأث noche